المكتبة العامة بطور الباها بيت فقافي يعمل على رفع المستوى المعرفي والعلمي لأبناء المنطقة منذ إنشائها في مطلع سبعينيات القرن الماضي تعمل المكتبة من دون موازنة تشغيلية وفي ظل غياب الخدمات الأساسية كالكهرباء والاحتياجات الأساسية التشغيلية بالإضافة إلى توقف المخصص المالي منذ أربعة أشهر بعد أن كان يصرف لبعض موظفيها المتعاقدين كثير من الصعوبات تواقه عمل المكتبة ومن ضمنها انعدام الموازنة التشغيلية التي نستطيع بواسطها إدخال الكهرباء إدخال دورة المياه إدخال دورة الهاتف نستطيع بواسطها أيضا شراء بعض المواد القرطاسية للطلاب الإهمال الذي أصاب المكتبة من قبل الجهات الرسمية تركها على هذه الهيئة حيث انتشرت حشرة قرض الكتب في أرجاء المكتبة هذا العام قراء الأمطار ومع ذلك لم يبادر أحد على مكافحتها لانعدام الموازنة التشغيلية تواقهنا الأرضة انتشرت الأرضة من قراء الأمطار التي سكتت في هذا العام ولم نستطيع مكافحتها بسبب انعدام الموازنة التشغيلية كذلك الباب الرئيسي سكى مائل إلى السقوط ونحن ننتظر الدعم ولم نجد لحد الآن أي دعم تضم المكتبة 2800 عنوان من الكتب إلا أن قدرتها الاستيعابية تتسع لنحو عشرة آلاف كتاب بحسب القائمين عليها ومع ذلك ظلت المكتبة لسنوات بحاجة لغفتها بأجهزة كومبيوتر وعنوين مهمة تشبع حاجة الباحثين والدارسين من مرتديها من طلبة الكلية والمدارس ومختلف الشرائح التقافية لكنها باتت الآن بحاجة إلى لفتة للحفاظ على ما تبقى منها يتطلب أن المكتبة أن تنطلق أو أن تطور بأجهزة الحاسوب تقع بجانبها أو بالجانب للمكتبة التي هي الكلية التربية طور الباحة باعتبار الطلاب، طلاب الكلية والمعلمين يترددون إليها وطالبات الكلية للاستفادة من هذه المراقع العلمية المختلفة تمضل هذه المكتبة بظروف بالغة الصعوبة وهو ما استدعى إدارتها توقيها دعوة عاقلة للحكومة ممثلة بوزارة الثقافة للتحرك الفوري لتوفير موازنة تشغيلية تمكنها من الاستمرار في وظيفتها وإنقاذها من التدهور كونها منهل الثقافيا لنحو خمس مديريات سامح عبدالوهاب قناة بالقيس لاحك ترجمة نانسي قنقر